موسيقى منذ اللحظات الأولى لانتشار فيروس كورونا في العالم عمدت البحرين لاتخاذ كافة السبل والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس واحتوائه ضمن منظومة صحية متكاملة ومتماسكة تستمد قوتها من المشاعر الإنسانية والأبوية العميقة لعاهل البلاد المفدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بمتابعته الحثيثة وتقديره الكريم للجميع موسيقى ودائما كان المواطن في وجدان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حيث يبادر سموه إلى معالجة التحديات وتجاوز المعوقات التي تقف أمام المواطنين واحتياجاته موسيقى بمتابعة دقيقة وشاملة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه للإجراءات المعمول بها للسيطرة على الأزمة وإدارتها وفق المعايير العلمية السليمة موسيقى تمكنت مملكة البحرين أن تصبح أنموذجاً عالمياً في احتواء أضرار الفيروس وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في ظل جائحة كورونا كوفيد نايتين وها نحن نسطر صفحة مشرفة أخرى في تاريخ مملكتنا الآن موسيقى مساعٍ مخلصة يبذلها كافة أفراد الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة العالمية فشكراً لكل الأياد البيضاء التي يشهد لها تاريخ هذا الوطن شكراً فريق البحرين مهنة الطب مهنة عظيمة ولعل يمكن كان جانبين مهمين جداً في حياتي هما اللي خلوني عامة أختار هذه المهنة الجانب الأول جانب الإنساني مساعدة الغير ولعل هذه المهنة شفتها من أقرب المهن إلى قلبي في قضية يعني العرض الإنساني مثل ما نقول جانب هذا الجانب الآخر المهم هو العلم والعلم عامة بالشيء دائماً ما يكسب الشخص عامة ثقه ثقه في حياته، ثقه في علاقاته مع غيره، ثقه في المنطق اللي بيتخذ حتى يعني بالنسبة لي بمجال العمل اللي هو بيقوم فيه اخترت مهنة الطب لحبي لمساعدة الناس والطب مهنة إنسانية أحس أن من خلالها أقدر أساعد كل المجتمع وتحديداً لما يتخصص اخترت تخصص طب العائلة لأني ما حبيت أن أركز في جانب معين في الإنسان إنما أحب العناية الشاملة العناية بالأسرة، العناية بالأطفال، العناية بالمسنين فهذا اللي خلاني أتوجه لدراسة الطب حبي للعطاء اخترت الطب بقناعة كاملة على أساس أني أدرس الطب وفعلاً درسته في كلية الطب جامعة الخليج العربي خلصنا مشوار الطب ست سنوات وتخرجت مع مرتبة الشرف وطبعاً أدرج في مناصب عدة يعني أحين أنا منصولي طبعاً أنا استشارية لأمراض الباطنية أمراض كبار السن، لأمراض المعدية أنا أولاً يعني غير أني وكيل وزاعة الصحة فأنا عضو في الفريق الوطني للتصدي لجائحة الكورونا طبيعة عملي في لها عامة عدة تنوع وأعتقد أن محورها ليس عامة بالقليل ولكن يغطي جوانب كثيرة جداً الجانب إذا قلت أنا من جهة عملي نفسه فالجانب الإشرافي عامة على سير العمل في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات العلاجية، العزل، الحجر، الوقاية، المتابعة، الراست، التفتيش جميع الموظفين العاملين في وزاعة الصحة الحمد لله بعين في الصفوف الأمامية دوري أنا أن يكون هناك فيه شراف عام عليهم بشكل يومي ولحظي وفي نفس الوقت أنه يعني وظيفته الرئيسية أني أسهل لهم أموره إلى جانب الأعمال اللي أقوم فيه وذكرته نحن في وقت الكورونا في هذه الجائحة ما في عامة حد للعمل اللي نقوم فيه المناصب لا أذكر في خلال فترة هذه الجائحة ربما يحتاجون مني أني أخذ الفحوصات والحمد لله قمت فيها ربما يكون هناك مواصلات لبعض الأغراض ما بيحيدني عامة أني نقوم فيها والحمد لله قمنا فيها قد يكون حتى شغلة فيه تنظيف أو نقل بعض الأغراض أنا أعطيت كل جزئية تضاف هي واجب مواجبنا في هذا الوقت والحمد لله رب العالمين منع علينا أن نحن نقدر يعني نقوم ونساعد ونبذل القصارى جهدنا في هذا الوقت عامة قصية طبعا أنا طبيعة عملي في الفريق الوطني كان عندي في البداية مهمة محددة هي الإشراف على حجر الحد الصحي أول ما تم إنشاءه كانت هناك عدد من التحديات التي تواجهنا لإنشاء مكان من لا شيء حتى يكون حجر للحالات في البداية كانت السلبية وبعدين تحول إلى الحالات الإيجابية بالإضافة إلى جانب أن أنا رئيس تنفيذي للهيئة ومعنية بالإشراف أو الرقابة على القطاع الخاص فكان مجال عملي أكثر في الإشراف على القطاع الخاص من ناحية دورة للمساهمة في الوقاية وتقديم الخدمات في هذه الفترة الجائحة طبعا بالنسبة للعمل نحن نتكلم على أنه يكون متواصل لمدة 24 ساعة نحن نتكلم الدوام العادي وبعد الدوام لأن بالنسبة لي حتى عضاء الفريق الوطن نحن نتابع جميع الحالات دخولها لكل مراكز العز والعلاج تلقيها العلاج المناسب لا سمح الله في أي شيء يحتاجون المرضى الطاقم الطبي أو التمريضي خروجها من المستشفى بأمان هذا لازم نتابع كيف نحط البروتوكولات العلاجية متابعة كل آخر المستجدات طبعا فيروس جديد وكل يوم يتغير يمكن الناس تشوف تطعيمات والأدوية تتغير بمعدل تقريبا يوميا نحن نتابعها بالإضافة لاجتماع بالفرق الطبية والتمريضي الموجودة في كل مركز للتأكد أن كل الخدمات مقدمة على أعلى المستويات بالإضافة أن نحن نتواصل مع جميع الفرق أو الوزارات الأخرى أو الجهات الأخرى اللي عندها تساءل أو عندها تعليمات معينة وتحتاج للاستشارة الطبية اللي هي علاقة بالكوبيد 19 وهذا طبعا يصير على مدار الساعة بس في حالات تكون طارئة اللي هي أغلب شي اللي تكون بعد يعني مثل ما نقول نص الليل أو للصبح هي الحالات الطارئة لا سمح الله اللي يكون عندها شوية تراجع في الحالة هذا اللي يكون عندنا شغل إلا على الصبح أو الفجر لما يقول لك والله أنت شعورك في لما تكون في الصفوف الأمامية مزيج عمتا من الشعور يمكن واحد يجاب أن أنا والله بتكون مجهدة متعبة ولعله إحنا نبقى نكون بسرعة يعني خلنا نقول نرجع مرة ثاني لحياتنا طبيعية ولكن ما تعلم يعني كثر السعادة اللي احنا فيها واحنا نقوم الحمد لله بجهد في مكانه لما نشوفها لنا في مملكة البحرين والناس اللي موجودين كمقيمين في هذه الأرض نخدمهم بشكل يعني يومي والحمد لله رب العالمين هذه الخدمة وهذا التعب نلقى أثر 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 ليس موجود فقط على يعني المستوى الوطني والإقليمي ولكن حتى المستوى العالمي ويكفيني عمتا في خدمة أهلي الحمد للرب العالمين أكون في هذه الصفوف الأمامية فإذا الشعور جدا بالسعادة وشعور يعني جدا بالفخر أنه يعني هذه تفضيل بالنسبة لي من رب العالمين أن أختارني أن أكون بهذه المهمة هو تكليف كلفنا فيه ونتشرف بحملة لأن هذا أي شيء نقدر نعطيه لوطننا أي شيء صغير أو كبير هو شيء بالنسبة لنا مهم شعور بالمسؤولية شعور إحساس بالدعم إحنا نتكلم عن حب الوطن نتكلم على أغلى وطن على أجمل وطن يعني البحرين ما في مثلها يعني ما أحد يقدر يعني ما أحد يقدر يوفيها حقها إحنا نتعامل مع البحرين كأمنا يعني في أحد حتى لو إحنا قلنا اشتغلنا قبل والله اشتغلنا لمدة ستة سبعة شهرة وعشرين ساعة هذا كله ما يوفيها حقها والله هو تحدي كبير إن إحنا في هالوقت اللي يكون فيه طوارئ يعني إن إحنا رتب وقتنا بين عملنا وبين الأسرة الأسرة والبيت ركيزة أساسية وعمرة الواحد عمتما يتخلى عنها ولكن هناك أولويات قد تسبقها فيه وقت من الأوقات يعني إحنا على يعني خلنا نقول على مكان ثغرة من الثغرات اللي لازم إحنا يعني نغطيها ونقوم فيه واجبنا فيها الوقت كله للسيطرة على هاي الجاي خاصة أول ما بتديننا لتنظيم حجر الحد الصحي الوقت ما كان بس وقت الدوام الوقت كان ممكن شبهة 24 ساعة في نصف يستقل 12 ساعة ما كان في وقت للأسرة أبدا مثل أمنا لو أنت تعطي أمك أي شيء ما ما يوفيها ما يوفيها كل التضحيات اللي البحرين قدمتها لنا ما راح نوفيها لو نشتغل لمدة عشر سنين إن شاء الله ما ضل الكورونا ويانا بس لو نشتغل عشر سن بنفس المنوان ما راح يوفيها البحرين هذا الحضن الدافئ اللي حطنا كلنا مع بعض إحنا لما نكون في البيت نكون جسد بس الروح والفكر كلها مع الفريق الوطني طول الوقت نشتغل طول الوقت تليفون في يدنا الشعب البحرين شعب عظيم جدا خاصة يميز فيه قيادة والقيادة في ذي الفترة قيادة سموي العهد الله يحفظه وخليه فعلا أن كان شيء بالنسبة لنا يمكن يعني نتوقع أن يكون فيه هناك متابعة وحرص ولكن أن يكون بهذا القدر من الاهتمام شيء كبير لازم نقدر عامة في هذا البلد يعني عظم الحمد للرب العمين النعمة اللي احنا فيها في قياداتنا وهتمامهم فينا وكذلك يعني تعلمنا أن الشعب البحرين قادر شعب قادر بكوادر على هالدارجة الحمد للرب العامين أن يقوم بهذا الخطوات اللي تكون سباقة على مستوى العالم قادر أنك توجد متبرعين متطوعين في وقت قصير جدا كل الناس عمت نقلوب على بعض القيادة والمجتمع الوطن كلها واحد شفنا شلون روح التطوع بين الشباب شيء خيال ما قد شفناه من قبل الكل يبي يطوع الكل يشتغل هاي المتطوع يعمل بدون أجر يعني ما تشفت أحد يتدمر أنه تعبانا ونشتغل ساعات أكثر وأنه قاعد ساعات أكثر بالعكس الكل كان يبغي أكثر ويعطوله تقول لي يقعد أزيد يقعد أزيد وبراحة وبتسامة عريضة لكل المرضى وكل أي شيء حتى لو مشكلة بسيطة ما كان في أحد يتراجع وهذا أعتقد سبب نجاحنا وجود قيادة رشيدة تحتها كل هذه الفرق التي تشتغل والكل يبي يخدم البحرين والحمد الله إحنا لما يوصلوا في إشادات تكون دولية وعالمية بالحققة البحرين هذا إحنا هذا إحنا اللي ننتظره هذا اللي إحنا يعني نتطلع عليه من البداية وكل يهون بعدين كل ها التعب كل ها واحد ينسى وإن شاء الله هي فترة بسيطة وتعدد الإخواني وخواتي في الصفة الأمامية أولا أن نحن نفخر فيهم فخر كبير جدا وسعيدين بعملهم وأعطيت كلمات الشكر ما توفيهم حقهم حتى لو شكرناهم المجتمع البحريني أقول أنتو يعني الحمد لله وجدنا منكم الوعي وجدنا منكم الاستجابة خلنا نكمل عليها للزملائي أقول لهم ألف تحية وشكر لكم على كل جهودكم اللي سويتوها وكل العضاء اللي عطيتونا إياه للمتطوعين اعملوا واستمروا فنحن نواصل بعزم معكم للمجتمع نتمنى أن تستمر في أنك تكون مجتمع واعي وتحافظ على التعليمات اللي طلعها الفريق الوطني علشان نوصل لبر الأمان هي مرحلة وقتية أتمنى منكم الصبر والتعاون أقصى ما تقدرون أعرف أنه ساعة الواحد يتعب يبقى يرجع لحياته يبقى يرجع الأهله إلى شغله لروتينا العادي يصبروا معنا احنا ما قدرنا نوصل لها المرحلة وننجح لكل النجاحات اللي صارت في مملكة البحرين اللي بتعاونكم وجهودكم جميعاً قدرنا نوصل نتمنى نتمنى أن نطبقوا كل هذه الإجراءات الاحترازية وتصير جزء من حياتكم اليوم يصير شيء بسيط يعني أنتم خلوها أنه تغيير بسيط في حياتنا لفترة مؤقتة إن شاء الله وإن شاء الله نتغلب على هذه الجائحة بالنسبة للطواقم الطبية والتمريضية اللي تشتغل في الخطوط الأمامية أنا لي الفخر الفخر والشرف إن عملت معاكم كلكم في كل مراكز العلاج والعزل لي الشرف لي التعرف عليكم عن قرب تضحياتكم على عيننا وراسنا على عين رأس الجميع أنا واحدة منكم وياكم وإن شاء الله وإن شاء الله كل خدمتكم لهذه البحرين إن شاء الله والأرض الطيبة هذه لا يطلع أثرها في المستقبل وأنا متأكد أنكم مستعدين تبدلون أزيد وأزيد وإن شاء الله للسنين قدام ويعطيكم ألف صحة وعافية ترجمة نانسي قنقر